بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وما زلنا مع رفع القيمة الغذائية للمخلفات الزراعية والطريقة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي طريقة استخدام المغذيات السائلة والتي تسمى بالسائل المفيد وهي عملية تتم بإضافة سائل مصنع بطريقة معينة إلى المخلفات الزراعية لرفع قيمتها الغذائية وتقليل كمية العلف المركز المستخدم وبالتالي خفض تكاليف الانتاج واستخدام المغذيات المصنعة السائلة في علائق المقترات هيحقق بعض الأهداف اللي منها المساهمة في تعويض جزء كبير جدا من العجز الحالي في إنتاج الأعلاف المركزة ده بالإضافة إلى تخفيض تكلفة التغذية وكمان تقليل الاعتماد على استخدام الأعلاف المركزة المصنعة في علائق الحيوان وهي محاولة لرفع الربح المتوقع ليه مرب الإنتاج الحيواني والمغذيات المصنعة السائلة دي بتستخدم لرفع معدل النمو اليومي وكمان زيادة معدل إنتاج اللبن وزي ما احنا قلنا أن المغذيات السائلة عبارة عن مزيق سائل يتكون أساسا من الملاس وهذا الملاس يكون معه بعض الإضافات الغذائية أهمها اليوريا ومصدر للفسفور والكابريت وللسائل المغذي مواصفات قياسية لابد أن تلتزم بها ألا تقل نسبة الملاس عن 85% وألا تزيد نسبة الماء عن 10% وكمان نسبة اليوريا لا تتعدى 4 إلى 5% وألا تقل نسبة الفسفور المعدني عن 0.5% وأن تكون نسبة الكابريت إلى النيتروجين حوالي 1 إلى 11 وأن يكون هذا المحلول غير متخمر وأن يخلو من الفطريات والبكتيريا وطبعا تكون قابلة للتخذيل لمدة عام على الأقل في درجة الحرارة العادية للجو والسائل المفيد اللي تم عمله تجربته قبل كده تكون من الآتي 91% ملاس زائد 2.5% يوريا زائد 6.5% محلول ماء يحتوي على مخلوط من بعض الأملاح المعدنية والفيتامينات والمحلول المفيد بيخفف قبل استعماله مباشرة في التخذية ونسبة التخفيف بتكون 1 إلى 1 مجدار من المحلول المفيد إلى مجدار من الماء وده قبل إضافته إلى المواد الخشنة مباشرة وطبعا بيتم إعداد هذا المخلوط السائل في وحدة خلط خاصة طب ما هي الكميات المستخدمة في التخذية؟ بالنسبة للأغنام والماعز بيقدم إليها من 100 إلى 150 جرام في اليوم قد تصل إلى 200 جرام طبعا هذه الكمية بتقسم على مرتين صباحا ومساء أما بالنسبة للعجول بيقدم إليها 500 جرام يوميا أيضا على مرتين صباحا ومساء أما ماشية اللبن أو الإبل بيقدم إليها من 750 إلى 1000 جرام يوميا وتقسم هذه الكمية على ثلاث فترات طيب كيف يتم تقديم هذا السائل المغذي للحيوان؟ بيتم رش السائل المغذي على باقي المكونات العليقة وخاصة المواد المالئة الخشنة زي المخلفات الزراعية وده علشان نرفع من كمتها الغذائية وكمان عشان نشجع الحيوان على استهلاك كمية الغذاء المقدمة إليه دون أن يترك شيء طب هل هناك احتياطات لابد من اتخاذها قبل التغذية على المحلول المغذي؟ بالتأكيد لابد أن يتم تقديم السائل المغذي تدريجيا حتى لا يحدث اضطرابات هضمية وإسهالات كما أنه أيضا يجب أن لا تزيد الكمية المقدمة للحيوان عن الحدود الموصى به حتى لا يتسبب ذلك في حدوث إسهال الحيوان والسوائل المغذية لا يتم استعمالها في العجول الرضيعة أو المفتومة ويفضل أيضا أن تقدم للحيوان بعد عمر 6 أشهر وهناك بعض الأمثال اللي تم تطبيق السائل المغذي في عليها فعلى سبيل المثال تم استخدام السائل المغذي في علاء كماشية اللبن وده لبقرة بتنتج 5 لتر لبن في اليوم واتضح بعد إجراء التجربة في استخدام السائل المغذي أنه تم الاستغناء عن العلف المركز المصنع وده مع الحفاظ على كمية اللبن اليومي وده أدى إلى خفض تكلفة التغذية والإنتاج وده لأن السائل المغذي قيمته الشرائية تصل إلى تلت قيمة العلف المركز وأما عن استخدام السائل المغذي المصنع في علاء كم العجول وزن 200 كيلو جرام استخدامه مع خلطة علف لعجل ينمو بمعدل 650 جرام في اليوم أدى إلى التالي تخفيض العلف المركز المستهلك بنسبة 43% كمان زيادة معدل النمو بنسبة 12 و 6 من 10% وتخفيض تكلفة كيلو النمو بنسبة 35% وهناك أيضا تجربة أخرى تم استخدام فيها السائل المغذي في علائق حملان الأغنام وده أدى إلى ارتفاع معدل النمو اليومي بصورة إيجابية تصل إلى 26% كمان أدى إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 9.5% وطبعا هذه التقنية المستعملة هي تقنية سهلة يسهل تطبيقها بالنسبة للمرب الصغير فهو يقدمها مباشرة لتغذية الحيوان وده لإمداده بما ينقصه من أملاح وفيتامينات وبروتين خام مع العلم أن كل نصف لتر من المحلول المفيد تعادل تقريبا نصف كيلو جرام من العلف المركز وإضافة المحلول المغذي للمخلفات الزراعية أدى إلى زيادة درجة استساغة المواد الخشنة وزيادة المتناول منها وكمان جميع الحيوانات أقبلت على استهلاك الغذاء وظهرت عليها علامات الصحة والحيوية ده بالإضافة إنها لم تظهر عليها أي أعراض مرضية أو غير صحية استنونا إن شاء الله في الفيديو القادم واللي هنتكلم فيه عن أوالب الملاس شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة